بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية وفي حلقة اليوم نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة من نص التكافل الاجتماعي في الإسلام وقد شرحنا الفقرة الثانية من حيث اللغويات وكذلك الشرح العام للفقرة وبعض الألفاظ وأثر العتفة فيها كذلك المحسنات البديعية والأسليم واليوم نذكركم بالفقرة الثانية ثم نتناول مواطن الجمال فيها نبدأ الآن بقراءة الفقرة للتذكير أسباب اختيار جزيرة العرب لكفاح الفقر كأنما اخترى الله لكفاح الفقر أشحى البلادي طبيعة وأشد الأمم فقرا ليسرعه في أمنع حصونه وأوسع ميادينه فإن الفقرة إذا انهزم في قفار الحجاز كانت هزيمته في ريف مصر وسواد العراق أسرع وأسهل ثم اختر الله رسوله فقيراً ليكون أظهر لقوته كما اختره أمياً ليكون أبلغ لحجته كانت جزيرة العرب ببني الدعوة العظمى مثلاً محزناً لما يجنيه الفقر على بني الإنسان من تضرية الغرائز وتمزيق العلائق ومعاناة الغزو ومكابلة الحرمان وقتل الأولاد وفحش الرمة وأكل السحط وتطفيف الكيل وعانة الكبراء وأثرة الأغنياء وفقد الأمن وانحطاط المرء إلى درك الأسفل من حياة البهيم فلما أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق كانت معجزته الكبرى هذا الكتاب المحكم الذي جعل هذه الأشلاء الدامية جسماً شديد الأسري عارم القوة ونسخ هذه النظم الفاسدة ودستور متين القواعد خالد الحكمة نتعرف الآن أعزائي الطالب والطالبات على الصور الخيالية في هذه الفقرة ومنها نجد قول الكاتب التشبيه في قوله كانت جزيرة العرب إبان الدعوة العظمى مثلاً محزناً فقد شبه الكاتب جزيرة العرب بالمثل المحزن في الفقر وهو يوحي بمدى ما كانت عليه الجزيرة العربية من وضع محزن وسر جماله التكسيم نجد أيضاً من التشبيه قول الكاتب جعل الأشلاء الدامية جسماً شبه الكاتب العرب وقد كانوا جماعات متفرقة كالجسم الواحد وسر جماله التوضيح وهو يوحي بأثر الإسلام في تجميع العرب بعد تفرقهم نجد أيضاً الاستعانة المكنية ومنها كل هذه استعانات مكنية حيث شبه الكاتب الفقر بعدو يحاربه الإسلام وحذف المشبه به وأتى بصفاته المتعددة يسرع له ميادين واسعة ينهازم يجني فهي سرة ممتدة أو ترشيح لسرة السابقة وسر جماله كل منها التشخيص ويتوحي بوجوب محاربة الفقر الذي يمثل عدواً حقيقياً للمجتمع لكن أيضاً مثلاً محزناً استعانات مكنية شبه الكاتب المثل بشخص محزن وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وسر جمالها التشخيص ويتوحي بسوء حال الجزيرة العرب أنزاك نجد أيضاً من الاستعارات المكنية أشحى البلاد طبيعة استعارة مكنية حيث صور الكاتب طبيعة البلاد بأشخاص تتصف بالشح والبخل وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وسر جمالها التشخيص ويتوحي بمدى فقر طبيعة الجزيرة العربية نجد أيضاً تضرية الغرائز هذه أيضاً نعم استعارة مكنية حيث صور الكاتب الغرائز بوحوش ضارية وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وسر جمالها تكسيم الغرائز وتصويرها في صورة حسية تبين مدى قوتها نجد أيضاً من الاستعارات المكنية قول الكاتب تمزيق العلائق استعارة مكنية صور الكاتب العلاقات بشيء يمزق وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وسر جمالها تكسيد العلائق المعنوية في صورة حسية بشيء يتمزق ويتوحي بالأثر السيء للفقر نجد أيضاً من الاستعارات فحش الربا نعم استعارة مكنية فقد صور الكاتب الربا بشيء مادي قبيح المنظر وسر جمالها التكسيم وهي توحي بسوء التعامل بالربا نجد أيضاً أكل السحت نعم استعارة مكنية أيضاً حيث شبه الكاتب السحت بتعام يؤكل وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وسر جمالها التكسيم وهي توحي بالأثر السيء للفقر وهي صورة تأثر فيها الكاتب بالقرآن الكريم نجد أيضاً فقد الأمن استعارة مكنية حيث شبه الكاتب الأمن بشخص مفقود وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وسر جمالها التشخيص ويتوحي بحاجة الناس الشديدة إلى الأمن وفضاعة الشعور بفقده من الأسرارات المكنية الدرك الأسفل من حياة البهيم استعارة مكنية شبه الكاتب حياة البهيم بمنحدر له دركات وهي توحي بسوء حياة العرب في الجاهلية نجد أيضاً النظم الفاسدة نعم استعارة مكنية حيث صور الكاتب النظم بأطعمة فاسدة وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وسر جمالها تكسيد النظم المعنوية في صورة حسية ويتوحي بفساد حياة الجاهليين نجد أيضاً قول الكاتب دستور متين القواعد نعم استعارة مكنية حيث صور الكاتب الدستور ببناء متين القواعد وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وسر جمالها التكسيم ويتوحي بحكمة الكتاب المحكم ألا وهو القرآن الكريم من الصور البيانية نجد الاستعارة تصرحية ومنها كلوم الفقراء هذه استعارة تصرحية حيث شبه الفقر بالكلوم أي الجراح وحذف المشبه وصرع بالمشبه به وسر جمالها التكسيم ويتوحي بعذاب الفقير من شدة الفقر ورغبته في التخلص منه لقد أيضاً الدرك الأسفل استعارة تصرحية أيضاً حيث شبه الكاتب رزائل الجاهلية بدرك أسفل وحذف المشبه وصرع بالمشبه به وسر جمالها توضيح الفكرة برسم صورة لها ويتوحي بسوء حياة العرب في الجاهلية نجد أيضاً من السعرات التصرحية قول الكاتب الأشلاء الدامية حيث شبه الكاتب تفرق العرب وسوء حالهم بالأشلاء الممزقة وسر جمالها توضيح الفكرة برسم صورة لها ويتوحي بسوء حال العرب في الجاهلية ننتقل إلى نوع آخر من السؤال البيانية والكناية ونجد منها أشح البلاد طبيعة هذه كناية عن جزيرة العرب وشدة ما كانت تعانيه من فقر أشد الأمم فقراً كناية عن أمة العرب الدعوة العظمى كناية عن دعوة الإسلام عنت الكبراء كناية عن تحقر أقولهم وتشديدهم على الناس أثنت الأغنياء كناية عن أنانية الأغنياء وطمعهم انحطاة المر إلى درك الأسفل من حياة البهيم كناية عن سوء حالة الإنسان الجاهلي وفقدانه لمعنى الإنسانية دين الحق كناية عن الإسلام الكتاب المحكم كناية عن القرآن الكريم دستور متين القواعد كناية عن القرآن الكريم وسرق ملكناية كما نعلم الإتيام بالمعنى مصحوباً بالدريعه في إجاز وتكسيم لنتقل أعزائي التربة والطالبات إلى الفكرة الثالثة من فكري هذا النص وهي بعنوان بوادر الإصلاح الإلهي وفيها يقول الكاتب ثم كانت بوادر الإصلاح الإلهي أن قلم أظفار الفقر وأسى قلوم الفقراء وقمع ضرائر البؤس فألف بين القلوب وآخى بين الناس وساوى بين الأجناس وعصم النفوس من القتل الحرام وطهر الأموال من الربى الفاحش ثم عالجت داء الأزلي نفسه بما لو أخذ به المصلحون لوقاهم شرور هذه الحروب التي أمضت حياة الناس وكفاهم أخطاء هذه المذاهب التي قودت بناء المجتمع علجه بالسفارة بين الغني والفقير على أساس الاعتراف بحق التملك والاحتفاظ بحرية التصرف فلا يدفع مالك عن ملكه ولا يعارض حر في إرادته إنما جعل للفقير في مال غني حقا معلوما لا يكمل دينه إلا بأدائه ذلك الحق هو الرجل الثالث من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام فلا هو فرع ولا نافلة ولا فضلة ننتقل أعزائي الطلبة والطالبات إلى اللغويات كلمة بوادر أي علامات والمراد مقدمات وبدايات والمفرد بادرة قلم أثفار الفقر قلم أي قصة والمراد أضعف وأذلة وقلم أثفار الفقر المراد أضعفه أسا أي داوة وعالجة كلوم جراح والمفرد كلام قمع أي قهرة وأذلة وأخضع ومنع جرائر أي جنايات والمفرد جريرة ألف أي أصلحة وجمعة آخة بين الناس أي جعلهم إخوة الأجناس الأنواع والمفرد الجنس عصمة حمى ووقى وحفظة الأزلي القديم العريق وقاهم أي حماهم وحفظهم أمدت أي آلمت وأوجعت والمراد أحزنت كفاهم حفظهم قودت أي هدمت السفارة المراد إقامة علاقة بين الغني والفقير عن طريق الإصلاح بين الناس يدفع يبعد يعرض أي يخالف أدائه تزديده ودفعه الركن الجزء والجام الأركان فرع شعبة والجام أفرع وفروع نافلة زيادة والجام نوافل فضلة بقية والجام فضلات وفضلات وفضال ننتقل الآن أعزائي الطلب والطالبات إلى شرح الفقرة نقول جاء الإسلام بتشريعاته الجليلة وكان من مقدمات الإصلاح الإسلامي أن حارب الرزائل المنتشرة في المجتمع فعالج جروح الفقر من ناحية وألف بين القلوب وأخى وساوى بين الناس جميعا من ناحية أخرى وعصم النفوس من القتل وطهر الأموال من الربا ثم علج جروح الفقراء بإقامة علاقة سوية بين الأغنياء والفقراء على أساس الاعتراف بحق التملك والاحتفاظ بحرية التشرف في المال ثم بدعوة الأغنياء إلى مساعدة الفقراء بل إلزامهم بذلك عن طريق حق معلوم للسائل والمحروم بفرض الزكاة من ناحية ثالثة أهزائي 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 والطالبات تسيطر على الكاتب في هذه الفقرة أعتفت الإعجاب بنسانة الإسلام التي تهدف إلى إصلاح العلاقات بين الناس ومحاربة الفقر وقد ظهر أثرها في الألفاظ حيث استخدم الكاتب ألفاظا توحي بعظمة الإسلام في كيفية علاجه الفقر وإصلاحه العلاقات بين الناس ومن هذه الألفاظ نجد كلمة قمع ويتوحي بأثر الإصلاح في القضاء على البؤس نجد أيضا كلمة أمضت ويتوحي بأثر الشرور في تضييع حياة الناس والقضاء على سعادتهم نجد أيضا أهزائي طلب والطالبات تعدد النفي في قول الكاتب فلا هو فرع ولا نافلة ولا فضلة وهذا النفي وتعدده يؤكد على أهمية هذا الركن في الإسلام ألا وهو ركن الزكار ننتقل أيضا الطلب والطالبات إلى الأساليب وجميع الأساليب في هذه الفقرة جاءت خبرية لتقرير أفكار الكاتب وبيان إعجابه بعلاج الإسلام للفقر وإصلاحه العلاقات بين الناس نجد أيضا من الأساليب التوكيد في قول الكاتب أداء الأزلي نفسه طريقة التوكيد المعنوي بكلمة نفسه نجد أيضا من الأساليب من الأساليب القصر في قول الكاتب لا يكمل دينه إلا بأدائه هذا أسلوب قصر طريقة النفي بلا والاستثناء بإلا نجد أيضا من أساليب القصر إنما جعل للفقير في مال الغني حقا معلوما هذا أيضا أسلوب قصر طريقته إنما نجد أيضا أعزائي الطلبة والطالبات قول الكاتب جعل للفقير في مال الغني حقا معلوما هذا الأسلوب أسلوب قصر طريقته تقديم محقه التأخير فقد قدم الكاتب شب الجملة للفقير في مال الغني على المفؤول به حقا معلوما للتخصيص والتوكيد والاهتمام بالمتقدم نجد أيضا أخذ به المسلحون نعم هذا أسلوب قصر طريقته تقديم محقه التأخير فقد قدم الكاتب شب الجملة به على الفاعل المسلحون للتخصيص والتوكيد والاهتمام بالمتقدم من أسلوب أيضا نجد الإطناب في قوله بوادر الإصلاح الإلهي هذا إجمال ثم جاء التفصيل في قوله أن قلم أطفار الفقري وأسى كلوم الفقراء وقام مع جرائل البؤس فألف بين القلوب وآخ بين الناس وساوى بين الأجناس وعصم وعصم النفوس من القتل الحرام وطهر الأموال من الربا الفحش ثم نجد من الإطناب الإبهام في قول الكاتب عالج الداء الأزلي نفسه بما لو أقذ به المسلحون لوقاهم شرور هذه الحروب التي أمضت حياة الناس ثم نجد التوضيح بعد ذلك في قوله علجه بالسفرة بين الغني والفقير على أساس الاعتراف بحق التملك والاعتفاظ بحرية التصرف فلا يدفع مالك عن ملك ولا يعارض حر في إرادته إنما جعل الفقير في مال الغني حقا معلوما لا يكمل دينه إلا بأدائه ومن التأثر بقلاء الكريم نجد تأثر الكاتب في قوله إنما جعل في مال الغني حقا معلوما تأثر فيه بقوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ننتقل إلى المحسنات البديعية الطباق وضره بين الغني والفقير وسر جماله أنه يبرز المعنى ويوضحه ويرسقه في الذهن نجد أيضا السجع وانظره في قول الكاتب آخ بين الناس ساوى بين الأجناس كذلك في قوله فلا يدفع مالك عن ملكه ولا يعارض حر في إرادته إنما جعل الفقير في مال غني حقا معلوما لا يكمل دينه إلا بأدائه وسر جماله أنه يعطي جرسا موسيقيا ترتاح له الأذن وتطرب له النفس نجد أيضا من المحسنات الاسدواج ونرأه فيه أسى كلوم الفقراء قامع جرائر البؤس وفي ألف بين القلوب وآخ بين الناس وفي عصم النفوس من القتل وطهر الأموال من الربا وفي وقاهم شرور هذه الحروب التي أمضت حياة الناس وكفاهم أخطاء هذه المذاهب التي قودت بناء المجتمع وسر جماله أنه يعطي جرسا موسيقيا ترتاح له الأذن وتطرب له النفس ننتقل أعزائي التلب والطالبات إلى السور الخيالية ونجد منها التشبيه ومنه ذلك الحق هو الركن الثالث شبه فيه الكاتب الزكاة بركن في بناء وسر جماله التكسيم وهو يوحي بأهمية هذا الركن في سلامة إسلام الفرض ننتقل إلى نوع آخر والاستعارة المكنية ومنها بوادر الإصلاح هذه استعارة مكنية شبه فيه الكاتب بدايات الإصلاح بنبات له بوادر نجد أيضا قلم أطفال وأسى كلوم وقام عدرائي البؤس وألف بين القلوب وأخى بين الناس وسوى بين الأجناس وعصم النفوس وطهر الأموال كل هذه استعارات مكنية صور فيها الكاتب الإصلاح بشخص يقلم الأظافر ويعالج الجروح ويقمع الجرائر ويؤل بين القلوب ويؤاخي بين الناس ويسوي بينهم ويعصم النفوس ويطاهي الأموال وفي كل منها حذف المشبه به وآت بصفة من صفاته وسر جمال كل استعارة التشخيص ويتوحي بأثر الإسلام في تغيير حياة العرب إلى الأفضل نجد أيضا من الاستعارات المكنية قلم أظفار نعم استعارة مكنية حيث صور فيها الكاتب الفقر بوحش له أظفار تقلم وحدف المشبه به وآت بصفة من صفاته وسر جمالها التكسيم ويتوحي دور الإسلام في القضاء على وحشية الفقر نجد أيضا طهر الأموال من الربى الفاحش هذه أيضا استعارة مكنية حيث صور الكاتب الربى بشيء نجس يجب التطهر منه وحدف المشبه به وآت بصفة من صفاته وسر جمالها تكسيم الربى في صورة حسية دنسة ويتوحي بوجوب التخلص من الربى وآثاره الضارة نجد أيضا جرائر البؤس نعم استعارة مكنية شبه الكاتب البؤس بإنسان جان يرتكب الجنايات نجد أيضا عالج الداء الأزلي نفسه بما لو أخذ به المصلحون لوقاهم نعم استعارة مكنية أيضا فقد صور الكاتب ما يأخذ به المصلحون من الشريعة بدواء يعالج ويقل من الأمراض وسر جمالها التكسيم ويتوحي بأثر التعاليم السمحة في إصلاح النفوس نجد أيضا أبضت حياة الناس نعم استعارة مكنية أيضا حيث صور الكاتب حياة الناس بشخص يتألم ويتوجع وحذف المشبه به وآتى بصفة من صفاته وسر جمالها التشخيص ويتوحي بأثر الفقر في إيلام حياة الناس نجد أيضا أخطاء هذه المذاهب التي قودت نعم هذه أيضا استعارة مكنية حيث صور الكاتب المذاهب بأشخاص تقطئ وتهدم وحذف المشبه به وآتى بصفة من صفاته وسر جمالها التشخيص ويتوحي بضرر المذاهب التي تخالف الإسلام نجد بناء المجتمع نعم استعارة مكنية صور الكاتب المجتمع ببناء وحذف المشبه به وآتى بصفة من صفاته وسر جمالها نعم التكسيم ويتوحي بالترابط والتماسك نجد أساس لاعتراف استعارة مكنية فقد صور فيها الكاتب الاعتراف ببناء له أساس وسر جمالها نعم التكسيم نجد أيضا حرية التصرف استعارة مكنية صور فيها الكاتب التصرف بإنسان له حرية وسر جمالها التشخيص لا يكمل دينه استعارة مكنية نعم صور الكاتب الدين ببناء يكتمل وحذف المشبه به وأدى بصفة من صفاته وسر جمالها نعم التكسيم ويتوحي بإحكام الدين ومتانته بني عليه الإسلام أيضا استعارة مكنية شبه فيها الكاتب الإسلام ببناء